السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتم الصحة واهلا بكم في احدى حلقات فانتازي ابو عمو اللي بنتكلم فيها عن فانتازي الدوري الانجليزي واللي بنحاول فيها نشوف احسن تشكيلة او احسن لعبين ممكن يجبون لنا نقاط في كل جولة ومعليش الحلقة او الاسبوع اللي فات ما قدرتش ان انا اعمل حلقة لدي الوقت والظروف خارجة عن قرطي فمعليش يعني سامحوني وهينا رجعنا برضو الاسبوع ده مش عارف انا يعني مشيت في اسبوع قلت ان هو كان صعب جدا وراجع على اسبوع اصعب منه بس يعني ان شاء الله يعني هنحاول ان احنا نستمر في تقديم حلقات الفانتازي ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله فيالله بدون كلام كتير دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا بينا نتكلم عن الدور الانجليزي وفانتازي الدور الانجليزي هو الاسبوع اللي فات حصلت حاجة كده السابقة كده في تاريخ الفانتازي انا جبت تسعة وتسعين نقطة دي حاجة يعني ايه ما بتحصلش ده المفروض كده الفانتازي يبروزوا النتيجة دي ويحطوها انا عارف ان فيه ناس اكتر مني بتجيب اكتر مني بالمية وي والكلام ده لكن ان انا اجيب تسعة وتسعين نقطة دي ما حصلتش من ساعة ملعبت فانتازي اصلا دي اول مرة تحصل الحمد لله عندك عمك دي بروين كابتنت وطبعا اكيد يعني انا زي ما انتوا عارفيني باخد الكابتنة المضمونة كابتنت عمك دي بروين جاب 28 نقطة بالكابتنة مش عارف سن كين يعني كل الناس ابو صلاح بانفورد ما فيش حتى في استر جارد يا راجل اللي انا راهنت عليه وقلت حاجيب مدافع رخيص عشان العب به فقط لغير يعني كده يقدي اي شيء اللي هو مستني منه هدف كل مرة بسم الله ما شاء الله يعني من ساعة ما جبته عيني عليك بردة وامسك الخشب يا عم في استر جارد بسم الله ما شاء الله شغال بيجيب في اهداف فحاجة بالنسبة لي كانت سابق ان هو يحصل في الفانتازي وفي لعبة الفانتازي لكن نسبنا من اللي انا عملته اللي انا جبته وخلونا نتكلم بقى عن الجولة الجاية وايه اللي نعمله فيها طبعا كلنا عندنا التشكيلة تعتبر يعني مش زبطة انت مش محتاج ان انت كل جولة ان انت تغير كذا لعيب لا انت ممكن بتغير لعب او لاعبين لو انت معك تبديلات يعني مخليها من الجولة اللي قبلها وما بدلتش او حتى بتعدي الجولة وشايف ان اللعيبة اللي عندها كويسين لكن بتسمع ان انت ممكن تلاقي اسم لاعب او لاعب بيتشكر عنه او بيتكلمه عنه ان انت ممكن تحاول تجيبه فاللي انا بحاول اعمله معاك حاليا ان احنا نتكلم عن المواطشات من اللعيبة اللي احنا ممكن نجيبها بس قبل ما نتكلم عن المواطشات لازم نتكلم عن اللعيبة نفسها في الدفاع حاليا مين اللي ممكن عليه العين اجيبه بص هو حاليا في الدفاع كل الفرق حتى اللي كانت بادية قوية جدا دفاعيا ابتدت تقع ابتدت تقل ابتدت مع مرور المباريات تلاقي المدربين بيعملوا الروتيشن وبيغيروا وكل شوية بنشوف لعب بينزل ياخد له مقشين تلاتة وبعدين تلاقيه قاعد دكة وفي واحد تاني ينزل مكانه لاني الموسم صعب الموسم في زحمة في المباريات احنا بنلعب على طول شغالين واللي كمان معهم بطولات اوروبية شغالين كل اسبوع في بطولة اوروبية في كاس في دوري فالفرق مش واخدة نفسها فلازم يحصل تبديلات فانا بصراحة نظرتي للدفاع ان انت تجيب مدافعين ازا ما كانش المدافع ده كظهير او كمدافع بيقدر يصنع اهداف او انه بيسجل اهداف معروف عنه الموضوع ده لا فانا خلاص هفكر في ايه في ان انا اجيب لي مدافع رخيص يأدي الغرض معايا لانه اكيد في ماتشاط هيجيب اهداف هيجيب نقاط من انه يطلع لكن مش هدور على مدافع غالي لا هستثمر في خط النص وفي الهجوب مستثمرش في الدفاع كتير ومش هستثمر ايضا في حارس المرمى يعني انا حراس المرمى اللي عندي جايبهم اتنين وباربعة ونص كل واحد وببدل بينهم حارس اسطن فيلا مارتنيز وملياري وملياري او ملياري اللي هو حارس ليدز وعشان اديك مثال بسيط زوما زوما مع تشيلسي ماتش جون وماتش مش عارف ايه كل ماتش والتاني هبا يلبجون هبا يلبجون هل ده معناه ان زوما حيستمر على الوضع ده صعب لان ده مش زوما يعني بمعنى صح ده مش مستوى زوما دي حاجة جديدة ان هو بيستغلك الركنيات الراجل بيطلع في الركنيات ويحط الهدود اه هو اوبشن تفكر فيه وممكن تجيبه لكن ما تعتقدش منه او ما تحطش امالك على انه يستمر الاخر الدوري بالمنظر ده لأ اه ممكن بسهولة تلاقي تلات اربع ماتشات وربعة بزوما ما بيعملش حاجة ما بيعملش حتى مسلا يعني فهي كده مسلا انا لو حفكر حفكر في تشيلول جنبه لان تشيلول ظاهير هجومي ظاهير من ايام تشيلسي وهو من ايام لستر قصدي وهو بيدي فانا حفكر في ده ان هو ده اللي ممكن يعملي كل ماتشة اسستة او كل ماتشين يديني اسستة او يحط هدف ده اللي انا حركز عليه فده قصدي من انت تقلل في الدفاعات نيجي بقى الخط النص خط النص ياما تحط عينك على لاعبين مستواهم عالي حاليا وبيده ياما تحط عينك على لاعب فرقته الماتشات اللي جاية سهلة معها بمعنى مثلا سن وعندك كين في الهجوم وخط النص اللي اتنين مستواهم عالي اللي اتنين قبشانات لازم تكون عندك مثلا لازم تفكر فيها فانت عشان كده هتجيب سن او كين لكن تبص في ناحية تانية مثلا انا ممشيتش دي بروين ليه ممشيتش دي بروين مع ان السعير غال لان ماتشات السيتي اللي جاية كلها سهلة فانا متوقع من دي بروين ان هو يقدي زي مثلا تكون ماتشات لفربول سهلة فانا اتوقع من صلاح ان هو يقدي فانا ممشهوش عشان لعب اعلى منه شوية ولكن ماتشاته هتكون صعبة اول ماتشات معانة ممكن تكون سهلة هي مطش ليفربول وفلهم مطش المفترض ان ليفربول رجبه وخصوصا ان هو عايز يستمر في الصدارة قبل ما يواجه توتنهام في الجولة اللي جاية او الجولة اللي بعدها اللي هي الجولة 13 فاكيد ان انا هحط عيني على صلاح على ماني على جوتا جوتا الراجل اللي اخر ماتشات بنشوفه مع ليفربول الراجل بيعلى في المستوى جدا الماتش التاني اللي احنا ممكن نفكر في لعيبة منه طبعا هو توتنهام وكريستال بلس واضحة وحنفكر في مين غير سون وكين دولة ملخص المباراة دي لكن ممكن مثلا ناحية التانية تلاقي زاهة بيعمل حاجة زاهة المستوى الموسم ده سابت مستوى بيقدمه من اول الموسم لحد الان يمكن قل سنة بسيطة ولكنه يعتبر مستوى سابت فاته ممكن تفكر في زاهة تالت ماتش معانا وتالت لعيب ممكن نفكر فيه او تالت فرقة ممكن نفكر فيها من لعيبة هي ساوس هامبتون وش هي ادمز اللي احنا ممكن ناخده كحل هجومي بديلا لاي لعيب تاني عندنا مش بيقدي للدرجة في الهجوم ش هي ادمز نفس زي ما قلنا عليه قبل كده ان هو نفسه نفس انجز نفس الحكاية والراجل بيحاول على المرمى والراجل لي محاولاته كتير لكن تحس ان هو الحراس مستقصده وان هو بتصدله هو ما بتقدرش تصد لانجز دولة يمكن اقوى او اسهل تلت ماتشاط تفكر في لعيبة منهم بس مش معانا كده ان ده كله ده اللي ممكن احنا نفكر فيه بس من المباريات اللي هتلاعب دي كلها في الدور الانجليز لا طبعا عندك في تشيلسي في هجوم تشيلسي تيمو فيرنر فانت هتلاقي ان احنا بنكرر الاسماء نفس اللي قلناها قبل كده في الجوالات اللي قبل كده بنبتدي نعيده تاني ان هي دي اللعيبة لان يبتدى يبقى ندوري مين اللي بيتقلق ومين اللي مش بيتقلق لكن ممكن يكون سهل بالنسبة لنا ان احنا نتكلم عن لعيبة تسيبها مثلا لما اقول لك رؤول خيمينيز لان رؤول خيمينيز مصاب ده معروف عليه من الجولة اللي قبل اللي فات ان هو الراجل مصاب ومش هيعود قريب فانت ممكن تسيبه تفكر في شيء ادمز مكانه تفكر في ويتكنت تفكر في بانفورد تلت حلول مكانه حتى كالفيرت روين اللعيبة التانية اللي ممكن تسيبها لعيبة ايفيرتون ايفيرتون ابتدى يقع ايفيرتون مش هو ايفيرتون اللي ابتدى الدوري الوحيد اللي بيقدي حاليا ان انا شايفه ممكن يفيدك في الفانتازي هو كالفيرت روين وده ممكن راجع لان الراجل بيحارب على الهداف او هو لسه في صدارة الهدافين ممكن نشوف مع نهاية اللي هو الجزء الاول من الدوري الانجليزي الممتزى والمرحلة الزهاب نلاقي ان كالفيرت روين ابتدى يقع وده ممكن يحصل قريب فبرضو لازم تخلي بالك من الحتة دي لكن لعيبة ايفيرتون كلها بلا استثناء دفاعا وخط نص سيبها على جنب اللعيبة برضو اللي هي لو عندك هتصبر عليها بس مطشين جايين وتشوفهم هما لعيبي منشستر رونايتد منشستر رونايتد لسه خارج من دوري ابطال اوروبا فمنشستر رونايتد عايز يرد ولكن جاي له مطش قوي جدا مطش اصاد الستي اه مطش اه حيكون ديربي لازم الفرقتين هتلاقيهم كده اه يعني ايه حتى لو فيهم حد مستوى مش حلوة هتلاقيه في المطش ده مستوى ابتدى يرتفع وابتدى يعلق لكن احنا محتاجين ان احنا نشوف لان مطشات اليونايتد يمكن بعد مطش الديربي هتبقى مطشات سهلة فاحنا عايزين نشوف ردة الفعل من لعيبي اليونايتد عشان نحافظ عليهم لكن ما روحش اجيب حد منهم اللعيبة اللي تسيبها لو هي عندك لعبت الارسنل كلهم بلا استثناء بس يعني سيبوا النني يعني عشان احنا بنشجع ايه بنشجع المنتج البلدي وبنشجع الحاجة المصرية يعني ومحدش يقول ان انا بعت النني وجبت مش عارف اسمه ايه بتاع بتاع الساوس اولوريو روموريو المهم يعني بسيب لعبت الارسنل لان الارسنل واضح انه سيء جدا في الفترة دي فانت متفكرش في اللعيبة بتاعة الارسنل بتاعة اليونيتد بتاعة ايفرتون ان انت تحاول تجيب منهم لعيبة يعني انا ممكن بالزاك بالنسبة الارسنل ده اجيب وود من بيرلي في عندهم اتنين وود واحد بيلعب هجوم واحد بيلعب خط نص يعني ممكن نجيب اي وود فيهم ونولع في الارسنل يعني ده اللي ممكن نعمله وطبعا نخلي بالنا نيوكاسل وويست بروم المطش ده ممكن يتأجل ما يتلعبش زي ما ما تلعبش الاسبوع اللي فات اللي هو نيوكاسل واستون فيلا بس بما اننا قلنا كل الكلام ده نخش بقى على الفقرة اللي بعدها ومين الكابتن ويمكن دي الفقرة السهلة في المشوار كله ان احنا نقدر نتكلم فيها مين الكابتن احنا ممكن بسهولة الكابتنة المضمونة تكون صلاح قصاد فولهم طبعا احنا عارفين ندفع فولهم شوارع وبسم الله ما شاء الله على الليفربول شغالين وان هما في الصدارة فالناس مش عايزة تسيب الصدارة وشوفنا اللي عملوه في هولفر هامبتن الاسبوع اللي فات ايضا من الحاجات اللي احنا ممكن نفكر فيها سون او كين قصاد كريستال بلس فاردي قصاد برايتون دول يمكن الاربعة الاقرب انهم يتقلقوا في الجولة الجاية وان كان عندي لعيب انا حاسس ان هو حيتقلق في المباراة بتاعته وهو تيمو فرنر قصاد ايفرتون على الرغم من انها مباراة قوية لكن انا حاسس ان تيمو فرنر حيعمل حاجة قصاد ايفرتون لو حتسألني هتقول انت حكبتن مين هقولك انا على طول انت عارفين ان انا بروح للكابتنة المضمونة حكبتن صلاح قصاد فولهم مباشرة في النهاية انا عارف ان احنا كنا بنتكلم كلام عاين وما قلناش يعني اللعيبة ركزنا على لعيب معين هو اللعيب ده اللي نجيبه او اللعيب ده اللي نسيبه لكن ان شاء الله هحاول في الفيديوهات الجاية ان احنا نتكلم بالارقام بمعنى اللعيب ده قصاد الفرقة دي هل ادى قبل كده هل له اهداف اسستات فاحنا ممكن ان احنا نرشحه ان احنا ناخده في الجولة دي نلعب به هنحاول ان احنا ندخل الحتة دي لان اعتقد الناحية دي بتشكل يعني نوعا ما جزئية كبيرة مهمة بالنسبة لبعض الناس اللي بتلعب فانتازي ان الراجل ده موفق قصاد فرقة تانية لكن زي ما قلتلك هو احنا حاليا دخلنا في موضوع ان التشكيلة ابتدت تثبت فلو جي تكلمك على لعب هيتقلق هتلاقيني قلته قبل كده في لعيبة بتتقلق لفترة ولكن بتطلع من التشكيل زي لعيبة ويلفر هامبتون الدفاع تلاقي كلمان بياخد له كم مطش وبعد كده بقى تبديل صايز خد اول دوري وبعد كده بقى تبديل فهي الحكاية كده عشان كده مش هتلاقينا بنتكلم على لعيبة موابعينها كتير لان الواحد مش عايز يكرر نفسه عايز يحاول ان هو يجيب لك معلومة جديدة اتمنى ان تكون الحلقة دي افادتكم ولو افادتك الحلقة ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته